في نظام iOS 10 لو كان عندك iPad Air 2 أو iPad Pro 9.7 إنش أو iPad Pro الكبير 12 إنش فبإمكانك فتح صفحتين سفاري مستقلة كل اللي عليك أنك تضغط على مستعلق الصفحات وبعدين تختار Open من Split View فالآن بمجرد اختيارك لها راح تقدر تفتح صفحتين مستقلة أو في طريقة ثانية إنك تضغط على أي رابط موجود عندك في الصفحة وراح يظهر لك خيار Open in Split View أو في طريقة ثالثة وهي خاصية السحب والإفلات على سبيل المثال لو كنت فاتح أكثر من Tab في صفحة واحدة مجرد إنك تسحب التاب إلى اليمين أو إلى اليسار وراح تقدر تفتح صفحتين سفاري مستقلة أتمنى الفيديو أعجبكم يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم